خدت في الحصان، مدارس الحصان 2019 دخلت أول شيء كمتطبع لكني درست هناك في وحدة الحياة والطاقة فاستفدت كثير هناك خصوصا في مجالات الخلايا وهذه الأمور أنا أصلا IT، مستقبل إن شاء الله IT لكني أحب أن أتعلم شيء جديد كل مرة دخلت التصميم الهندسي طموح أني أأخذ شيء جديد إن شاء الله وإني أستفيد أنا عندي خلفية، دخلت دورات في الإنترنت، أخذت أشياء على اليوتيوب وعن الإنترنت فعندي خلفية كبيرة، ودي مستقبل إن شاء الله سواء سنة الجاي هنا أني أدخل مثلا السيبر سيكوريتي، أتعلم مجال حقي نفسه الأصلي وبرضه أحب أني أتعلم كل شيء جديد وأستفيد مستقبل هو أصلا من أخوي محمد، هو مبرمج حاسب متخلط من هذه الجامعة موظف أرامكو الحين هو سبب إلهام كبير لي، وأيضا يعني مستقبل كلهم ينتمد على مجالات الإي تي سواء الذكاء الاصطناعي أو السيبر سيكوريتي، وبرمجيات في المواقع والتطبيقات وغيره أو شيء بالإنترنت، ثاني شيء بالدورات اللي إن شاء الله تتيح هذه موهبة أو الجامعات أو أي أن كان وإن شاء الله أني أستمر على هذا الموضوع، أدخل في السي بي سي، وأدخل ناس المجال في السي بي سي إن شاء الله إذا ما توحتل الفرصة بجامعة البترول إن شاء الله تعلمت في وقت التصميم الهندسي، أول شيء كيف أني أتفاد أخطاء الصناع البناء والبناء الهيكلة وكيف أني أقدر أبني الخرسانات بشكل منتظم في المباني، وأشياء واجئة يعني ما أقدر أحصرها خصوصا في أربع أيام وبقي لبعد 11 يوم زيادة إن شاء الله ليه مستقبل فيه أكثر شيء استفدت بموهبة، رياضيات، صراحا تقوّت عندي رياضيات جدا وبرضو العلوم ببعد، الدورات اللي أخذتها هي التفكير صار عندي مختلف إذا أرجع عن نفسي قبل ثلاث سنوات، التفكير غير الآن وطبعا حصت جوائز كثيرة مع موهبة، منها كنقارو أخذت ميداليتين ذهبية وفضية ودخلت الأولمبياد، صح المجلس، لكن تعلمت شيء كثير منها خصوصا في الهندسة وفي هذه المجلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر